سؤال آخر بدأت الناس تسأله بعد ما تم الإعلان رسميا عن الصفقة هل إمام عشور سيتواجد غدا في مباراة الأهلي وحرس الحدود من ملعب المباراة يحتفل مع النادي الأهلي بدرع الدوري؟ بكرة النادي الأهلي هتسلم درع الدوري الإجابة هناك رأيان في النادي الأهلي رأي بيقول أيوة إمام عشور يحضر بكرة ويتواجد بكرة ويحتفل ويشوف أول بطولة مع النادي الأهلي هو ما شاركش فيها طبعا بس يشوف اللعبين وهم بيحتفلوا ويحتفل معاهم ده رأي وفيه رأي تاني له وجهته جدا بصراحة يعني وبميل لي شوية بس الرأيين على فكرة ما فهمش مشاكل يعني سواء راح إمام عشور أو ما راحش عادي إمام عشور ده الرأي التاني إمام عشور ما شاركش في هذا الإنجاز بس شاركش في هذه البطولة وبطبيعة الحال الجمهور بكرة هيحتفل جدا بإمام عشور ويحتفل بإمام عشور وده يوم لعب النادي الأهلي لحقاية البطولة فالأحسن إن إمام ما يبقاش موجود والجماهير تحتفل بلعب النادي الأهلي اللي تعبوا واكتقدوا على مدار هذه البطولة ويحتفلوا ويركزوا مع هؤلاء اللعبين ده رأي يعني أقصد إيه إن الرأي ده موجود في الجهاز الفني وفي إدارة النادي الأهلي والرأي ده موجود في الجهاز الفني أو بعض أعضاء الجهاز الفني الآخرين وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الآخرين الرأيين موجودين طيب الأكيد أن إمام عشور اسمه مكتوب ضمن القائمة الأمنية يعني أي نادي بيروح بيسلم قائمة كده فيها كل أسماء اللي هيروحهم للنادي للملعب إدارة بقى عمال لعبين مدربين دي قائمة أمنية أو كشف الحضور اللي بيروح للأمن اللي بيبقى في الملعب عشان يشوفه مين اللي هيخش ومين اللي مش هيخش فإمام عشور موجود في هذا الكشف اسمه تم إدراجه في هذا الكشف لكن هل أكيد هيبقى موجود درائي لسه هل أكيد مش هيبقى موجود درائي ولسه لم يحسم ده ولم يحسم ده كده إجابات على كل الأسئلة الخاصة بإمام عشور طيب